التزاوج بين ذكر وأنثى الأرانب تبدأ عملية التزاوج عندما تكون الأرانب جنسياً ناضجة تختلف سنوات النبج بين الذكور والإناث وبين أنواع الأرانب المختلفة ولكنها عادة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر خلال فترة استعدادهم للتزاوج تبدأ الأرانب في عرض سلوكيات وإشارات جنسية تجذب الشريك المحتمل هذه الإشارات تشمل تغييرات في السلوك والحركات مثل الحركات الهادئة والدوران حول بعضها البعض وأحياناً خروجها عن المألوف مثل رفع وتخفيف الجسم يقوم الذكر بمطاردة الأنثى بعد تقديم إشارات جنسية يمكن أن تكون هذه المطاردة طويلة ومتقطعة والهدف هو الوصول إلى الأنثى والتقاطف معها بمجرد أن يصل الذكر إلى الأنثى يقوم بالقفز على ظهرها ويضع رجله الخلفية على جوانب جسدها يقوم بتثبيت أنفه خلف رقبتها وينتقل بلطف للأمام بحيث يمكن للأعضاء التناسلية للذكر أن تدخل في مهبل الأنثى هذه العملية تسمح بنقل الحيوانات المنوية من الذكر إلى الأنثى لتخصيب البويضات إذا تم التلقيح بنجاح تدخل الأنثى فترة الحمل التي تستمر لمدة حوالي من 28 إلى 32 يوماً بعد انقضاء هذه الفترة تلد الأنثى مجموعة من الصغار تهتم الأنثى برعاية صغارها بعد الولادة تولد الصغار عمياناً وعدين الشعر وتعتمد على الأنثى لتقديم الحماية والرعاية لهم ترضع الصغار من حليب الأم وتبقى الأم معهم في العش للحفاظ على دفئهم وسلامتهم هكذا تحدث عملية التزاوج عند الأرانب شكراً على المشاهدة ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك المزيد